التير الصدري اشترك في العملية السياسية واشترك في الحكومة في بعض الفترات لكن ما ترأس حكومة أبد ما كان صاحب قرار بهذا الموضوع ومعني متأكد لو كان صاحب قرار لكان هناك اختلاف في وضع العراق لا نجح على قل في خطوة وستكون أتصور أنه سيكون للتير الصدري في المستقبل شأن بإدارة العراق ويترأس يأخذ رأسة الوزراء وستكون أفضل فترة رأسة الوزراء العراق إن شاء الله لكن قد تكون في هذه الفترة فترة الأربع سنوات القادمة أو بعدها لماذا أنتم القادمة ستشتركون؟ لحد هذه اللحظة لا أنا لا نشترك ولا نقرر منوط موضوع الاشتراك لن يكون واضحين لا يمي ولا يمي لله السياسي موضوع الاشتراك يمي السيد غير سمحت السيد لا أحد يقرر الاشتراك يعني ما تشعر أستاذ محمد قد كن بالتيار أكو مركزية شديدة أنتم تتلقون التعليمات لكن أنتم لا تناقشوا لا تبدون الرأي يعني قرار الانسحاب لم يناقشكم أحد لم يتذاكر معكم أحد جاء قرار الانسحاب استمعتم له عبر وسالة وحتى هذه اللحظة أنتم لا تعرفون ستشاركون أم لا تشاركون تعتقد يعني هذا منهج موضوع المركزي لكتلة كبيرة لها هذا العمق الجماهيري وتيتستلم رئاسة الوزراء ولديكم مركزية شديدة هذه المركزية نافعة عن ضارة يعني الموضوع المركزي تصور إذا تتكلم عن موضوع الحزب والتيار الصدري نقر أنه مركزية ونؤمن وكل من انتمل التيار الصدري هو مؤمن بقيادته المركزية بمتمثلة بسماحة السيد لكن قرارات اللي يطيها سماحة السيد جوز بالسنة مرة وحدة قرار أو قرانين يتعلق في القرارات المصرية فقط ما يدخل بالتفاصيل الساحة العمل بالساحة السياسية متروك للهيئة السياسية متروك للنواب في الدورات السابقة والدورة الحالية كثير من القوانين أصلا سيد تركها لأصحاب الشأن والاختصاص يعني ما عنده قرار بها يعني ما تروكه لأصحاب الشأن والاختصاص أذن سيد مقتدد يدخل بالضرورات الضرورات والقرارات الرئيسية تشكيل حكومة الدخول بالعملية السياسية الدخول بالانتخابات مقارعة محتل هذه القرارات السياسية ونجاح المركزية مثل مواصفته الشديدة موجود على الساحة من 22 إلى 54 نائب هذا دليل أن هذه المركزية طبعا ليست فقط على مستوى السياسي المركزية موجودة على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى المكتب الخاص على مستوى الهيئة الاجتماعية الثانية في التيار الصدري كلها موجودة في نفس النظام نظام المركزي قد تكون مركزية أشد حتى من العملية السياسية باعتبار الجهات الدينية تأخذ توجيه مباشرة في كل التفاصيل من سماحة السيد لكن الهيئة السياسية قد تأخذ خطوط العريضة العامة بالعمل دائما توجيه اللي جينا من المكتب الخاص أو من سماحة السيد العمل وفق ما يريده الشعب العراقي ما أيوم جانا أنه هذا الريده لأنه بيه مصلحة للتيار أو غيره شنو يأخذ الشعب العراقي منكم أو من غيركم شنو أخذ موت دمار قتل تجير سجون اعتقالات وش وقت العراق كان قرار بيده 100% بدون تدخلات دولية دعونا نتكلم بصراحة ظرف العراق مو صحي أن تكون دولة على مستوى العالي من السيادة على مستوى الوطنية على مستوى الشعب على مستوى الاقتصاد اليوم التدخلات الدولية بسبب الصراعات السياسية بسبب الاحتلال الأمريكي أي دولة تحتل لفترة طويلة اثارت الفتنة داخل الشعب العراقي حصل قتل حصل ثارات بسبب الاحتلال العراق كل هاي نتائج احتلال ما ممكن أن تستقيم مباشرة بعد خروج الاحتلال حتى ونخرج على كلامهم من عام 2011 صار تقريبا عشر سنوات بعد آثارها موجودة التدخلات الأمريكية موجودة السفير البريطاني تدخل السفير الأمريكي تدخل السفير الإماراتي تدخل السعودية تدخل الإيرانية تدخل كلها موجودة فمو كل القوى السياسية كانت صاحبة قرار دائما الشأن الخارجي قد يكون قرار أقوى من الشأن الداخلي هذا واضح للعيان شأن الداخلي لإبقى